بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل أكتر من كتاب و بنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تالتة سنوي أو أولى أو تانية أو تالتة عدادي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة الشباب نهاردة بنات هنزاكر مع بعض درس القراءة من أجمل الدروس لممكن تشوفها ودرس طريق النور بيحكي لنا ازاي جماعة للوقت لو حد ربنا بتلاقي بالعامة ازاي بيقدر يقرأ ويكتب ازاي بقى هو ده هناخده للوقت ولك في سنة 1812 وفي احدى القرى الفرنسية حدث ان طفلا صغيرا في السلسة عشر من عمره اسمه لويس برايل صاحب اباه صانع السلوج ابوه شغال صانع سلوج السلوج ده يا جماعة اللي هو السرج ده اللي هو ايه من الاخر كده الغطل بيتحط على الدب عشان تركب عاديه عارفين يا جماعة اللي هو عندما تلاقي الواحد دكب عربية كرر وكده فيه حاجة فوق الحصان كده هو ده الحاجة يعني معوجودة فوق الحصان ليش انتركب عليها الى محله القريب من المنزل واخذ ياله الواد الصغير قاعد يلعب بمسق بين وجدهما هناك مسق بين اللي هو يا جماعة من الاخر كده أداة يعني حدى أداة يعني حدى بيستعملوها الناس دي بيستعملها صانع السلوج والحداد وكده يعني حاجة كده زي مصمار كده صغير وبينما هو يجري بهما إذ زلت قدمه فوق على الأرض يعني مرة واحدة هو بيجري بهم وقع على الأرض للأسف وأصاب مصقبان عينيه دخلوا في عينين للأسف فخب النور منهما خب يعني انطفأ النور فيهما حيث جزعت القرية كلها يعني حزنت القرية كلها للحدث الأليم يعني الطفل الوقت بقى أعمى للأسف ولكن الطفلة كانت خفيفة الروح حدى الزكاء بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة يعني يا جماعة بصوا شايفين الصورة دي بيقى كتاب كده وفيه حروف A B C كده بس المشكلة الحرف بقى كبير قوي فعشان تعمل جملة انت ممكن تحتاج يعني جملة الواحدة بتاخد سطر ممكن تقعد لها صفحتين ثلاثة فاهمين عشان الحروف كبيرة جدا هو يقدر يلمسها بايده قال لك كان ارتفاع كل منها عن سطح الورق ثلاثة بوصة وعرضها لا يقل على ثلاثة بوصة كتير قوي يعني ثلاثة أربعة سنتي على أن هذه الطريقة لم تشبع رغبة الغلام الطموح كعنده طموح يا جماعة إذا أن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحوله يعني كانت تمنعه دون الانتفاع بها كانت تمنعه أنه ينتفع بيها وكانت كتابة قصة صغيرة بواسطتها تستغرق عدة مجلدات يعني عشان تقرأ قصة صغيرة محتاج كتب كتير وانت مش هاف تقرأ كل حرف واخد له صفحة أو الحاجة لكن قال له كان يزداده كلامة القادمة بالسن ليه؟ فقط كانوا يحبوا أن يقرأ ويكتب بسهولة أو يحب قراءة وكتابة قوي يا جماعة فاستعانى ساعتها بفكرة أحد الضباط استعانى بفكرة أحد الضباط في إيه؟ في استخدام نقط وعلامات بدل من حروف الضباط يا جماعة في الحرب عشان دايه ضلمة بالليل وكده في الصحراء فميستعملوا نقط كده وحروف معينة يعني فتحات في الورقة كهية صغننة والفتحات دي الجند يعني ساعتها يلمسها بإيده في الحرب ويقدر يرفع إيه رأيه رسالة في الضلمة فاهمين الفكرة؟ أن يقوم بإحداث ثقوب فتحات صغننة في قطعة من الورق المقوى الورق الناشف يعني بحيث يعرف من يلمس كل ثقوب أهو شرطة ولا نقطة إنها يعمل شفرة كده جماعة عبارة عن نقطة وشرطة نقطة وشرطة يبدأ عبارة عن لغة معينة الشرطتين مثلا معناها ألف والنقطتين معناها بيه؟ ونقطة وشرطة معناها جيم كده قال لكه قد ظل برأي الخمس سنوات يدرس ويبحث ويجرب وكانت محاولاته تكلل يعني تختم في الآخر بالنجاح طارة وتواجه بفشل طارة أخترى يعني أحيانا أحيانا بالنجاح وأحيانا بالفشل لكنه لم يتراجع بل وصل حتى توصل إلى وضع رموز اخترع رموز تغنانة كده سهلة للحروف الأبجادية وعمل علامات موسيقية وعمل أعداد حسابية عمل كل حاجة يعني من الأخير كده الشخص الأعمى هيقدر يقرأ كل حاجة وبعد أن هدي برايل إلى هذه الطريقة أرسلها إلى الأكاديمية باريس بعدها الأكاديمية عشان يعلموها للناس فأعرضوا عنها للأسف يعني أعرضوا عنها يعني يا جماعة خلاص ما أقبلوش عليها لا بالعكس يعني اجتنبوها ابتعدوا عنها فعلمها لتلاميذه علمها إيه لتلاميذه والذين مارسوا العمل بها في أوقات فراغهم لكن برايل من فرط ما بزله من جهد تعب قوي مرض مرضا شديدا تزامن مع إقامة حفل كبير ضم جمهورا غفيرا من علية القوم يعني كان في حفل كبير جدا وفي علية القوم الناس الأغنية في باريس وعزفت على البيانو في هذا الحفل إحدى الفتيات من تلميذات إيه برايل واحدة من تلميذ هذه اللي كان بتعزف وما كدت تتم عزفها حتى ضجة القاعة بالتصفيق الناس كلها ثقفت وتصابق المشاهدون تهنئتها راحوا يهنقوها يقولها إيه كلام إيه الحلاوة دي كلها فوقفت تقول لهم إن تهنئتكم ينبغي ألا توجه إلى شخص ضعيف مش لي أنا هناك رجل عظيم أفنى زهرة عمره يعني شبابه في سبيلنا نحن الذين فقدنا نعمة البصر مين الشخص ده اللي هو برايل طبعا وتنقرت الصحف سعيدة قصة برايل واختراعه وزاع الأمر في أرجاء فرنسا وتسابقت عيون العلماء للإفادة من طريقته كله عايز يستفيد من طريقته حيث تقرروا إيه تعميم طريقته في جماعة معاهة فرنسا هتبقى حاجة عامة في كل معاهة فرنسا وهروى لبرايل لفيف يعني لفيف يعني جماعة خليط يعني من تلاميذه يزفون إليه النبأ يبركونه حينها بكى وقال لهم الآن أموت وأنا مطمئن إلا أن جهودي لن تموت معي الحمد لله ساب وراء حاجة فعلا تنفع الناس مات برايله في السادسة واربعين من عمري وأقيم له في القرية التي فقد فيها بصره تمثال بدى فيه بعينيني تفيضاني شفقة ورحمة وحق له أن يوصف بواهب النور سموه يا جماعة واهب النور يعني مانح النور هو بيمنح النور للمكفوفين ده سهر جدا وبسيطة جماعة وبإذن الله هنحل عليه في الحلقات الجاية تتباك كتير جدا بإذن الله تتابع معنا الحل سبحانك كلاما بحمدك ناشا دول إلا إلا أنت نستغفر الكاتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته